مجلس الوزراء يجتمع في القصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يشرف بالقصر الرئاسي رفقة رئيسة جمهورية الهند على توقيع عدد من اتفاقية ثنائية بين البلدين الصديقين والوزير الاول يودع بمطار نقشط الدولي ومالتونسي رئيسة جمهورية الهند في ختام زيارة الصدقة والعمل التي ادتها لبلادنا المسائية من المريتانية اهلا بكم وتصحبني فيها بلغة الاشارة الزميلة عيشة علي اجتمع مجلس الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي في الوكشوت تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ الغزواني وسنوافقكم بالبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فور وروده الينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشرف فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ الغزواني مساء امس بالقصر الرئاسي في نوك شوط رفقة فخامة رئيسة الهند سيد دوروبادي مورمو على توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ووقع هذه الاتفاقيات عن الجانب الموريثاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريثانيين في الخارج بالمحمد الحبيب وعن الجانب الهندي الأمين العام لوزارة الخارجية الهندية المكلف بالشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات تتضمن هذه الاتفاقات اتفاقا بين بلادنا وجمهورية الهند حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية وبروتوكولا حول التشور بين وزارة الشؤون الخارجية في البلدين بالإضافة إلى برنامج للتبادل الثقافي بين بلادنا والهند من 2024 إلى 2028 كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ومعهد سو شما سراج للخدمة الخارجية حضر حفلة التوقيع عدد من أعضاء الوفدين المرافقين ترجمة نانسي قنقر 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 من مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبول تعزيز التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد الشيخ الغزواني أدت صاحبة الفخامة سيدة دروبا جي ميرمو رئيسة جمهورية الهند زيارة صداقة وعمل إلى موريتانيا يوم الأربعاء السادس عشر أكتوبر الفين واربعة وعشرين على رأس وفد رفيع المستوى بعد مراسم الاستقبال الرسمية التي تضمنت استعراض تشكيلات الشرف وتبادل التحيات أجرى الجانبان محادثات ذنائية على انفراد توسعات لاحقا لتشمل أعضاء الوفدين المحادثات ركزت على تعزيز أواصل الصداقة والشراكة بين البلدين كما تبادل جانبان وجهات النظر حول التحديات المشاركة على المستوى للإقليم والدولي وناقش سبل تعزيز التعاون المشاركي لمواجهتها في الشأن الثنائي شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتطوير العلاقات بين موريتانيا والهند على كافة الأصعدة وخاصة في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مركزين على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة الاستخراجية والصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة وتطوير التقنيات الرقمية وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة باتفاقيات التعاون في هذه المجالات بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة كإطار قانوني لتعزيز التعاون الثنائي والتي سيتم التوقيع عليها قريبا في الشأن الإقليمي والدولي تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشارك بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأملية والبيئية كما تم التأكيد على أهمية التنمية المستدامة والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة خاصة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر لتعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الأثر البيئي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب شدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذا التحدي العالمي وفي إطار الوضع الأمني المتدهور في الشرق الأوسط أكد فخامة رئيس الجمهورية إدانته القوية لما ترتكبه إسرائيل من شرائم ضد الإنسانية ومجازر وحشية في فلسطين ولبنان مؤكدا ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق من أجل الدفع إلى إيقاف فوري وتائم لإطلاق النار مع العمل على تحقيق حل سلمي شامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ويرسق السلام العدل والشامل في المنطقة كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون لمتعدد الأطراف بما يدعم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على أهمية إصلاح نظام الحكامة الدولية لتكون أكثر عدالة وتوازنا وإصافا ختاما أكد الجانبان أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في مسار تعميق أواصل الصداقة بين البلدين وتعزيز وتنويع تعاونهم المثمر والبناء وقد دعت صاحبة الفخامة سيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند صاحبة الفخامة رئيسة الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لسيارة الهند وقد قبل فخامته الدعوة على أن يحدد تاريخها لاحقا بالطرق الدبلوماسية وكانت فخامة رئيسة جمهورية الهند سيدة دروبادي مومرو قد غادرت مساء أمس العاصمة نوكشوط بعد زيرة صداقة وعمل لبلادنا ودعت الرئيسة الهندية بمطار نوكشوط الدولي والتونسي من طرفي معالي الوزير الأول السيد المختار واللجاي محاطا بالوزير المكلف بالأمان العام للحكومة مختار حسين أولم ووزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله والبيا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق ووزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبنى الشهداء حنان والسيدي ووزير الداخلية وترقية الأمركزية والتنمية المحلية محمد أحمد محمد نمين ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ والزيدان ووالي الوكسوت الغربية ونائب رئيسة جهة الوكسوت وبعض أعضاء سلك الدبلوماسي في بلادنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر مع سكان البلديات نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر المحليين إلى الصعوبات التي يواجهونها في مرحلة الراهنة الحمد لله شكرا بخير الغريات المجاورة هون هذا قرار الأمر وهون فالندر رعية التح وهون ميسة وهون مبنيك وهون جوند ومبرودي وحنا مرحبين بالوهد اللي جاء الوزير والدولة بالجراءة اللي أقامت به وقال فينا من دولتنا لأنها جاءت اللي جاءت اللي جاءت بلغرار اللي جاءت به حنا مستعدينه اليوم والصبح ومرحبين بيها وظروفنا هذه اللي هي اللي عندنا من المشارع أقرق ومدرستنا أقرقت ولا تلاعننا مرجع أفضل بلد اللي احنا فيه طالب الرئيس واللي القزواني جزاه الله خيرا اللي مؤموري فيه كالأولى شفنا لك العدل فيه من النجازات طالبين منه يرد علينا اللفت ويعد لنا حاجز على دشرتنا هذه نعود ومن تنقلوا هذا التنقال لهذا كيف وفي مركز جدر المحقن لداري وقف الوفد الزائر مع المواطنين على المعبر الحدودي لمعاينة مستوى ارتفاع منسوب بياه النهر في المنطقة التي عرفت فجر اليوم هطل كميات معتبرة من انطار وبالتنسيق مع عمد البلدية المركزية والريفية والتشاور مع الوسائل أحياء تتولى للجانب المشتركة بين السلطات الإدارية والأمنية يحصى المتضررين وتقييم حاجياتهم تمهيدا لترحيل الأسر الأكثر عرضة للخطر إلى منطقة الإيواء مختار أبو الحمد وقناة موريتانية مركز جدر الموحدة الإداري أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية وتنمية محلية أن مقيس المضرر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وقد سجلت هذه الأمطار أعلى نسبة في قرية المكرينيات التابعة لمقاطعة بوغي وهي ثمانية وخمسون مليمترا فيما سجلت أقل نسبة وهي مليمتران في مقاطعة المذرذرة نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بن وقشوت حفلا لتسليم منح لصالح بعض ضحايا الإتجار بالأشخاص وقد تم تسليم هذه المنح لمنظمتين تم اختيارهما من قبل صندوق دعم الإتجار بالأشخاص من أجل دمجهم في الحياة النشطة الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص والتهريب المهاجرين تنظم حفلا لتقديم تمويلات أنشطة مدرة للدخل لصالح عدد من ضحايا لاتشارب الأشخاص مبادرة تسعى من خلالها الهيئة إلى مؤازرة الضحايا لنيل حقوقهم والتمتع بها كاملتان وتمكينهم من مزاولة أنشطة مدرة لدخل إن حرص فخامة رئيس الجمهورية على النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة ومحاربة الاتجار بصفة خاصة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية بمجال محاربة الاتجار بالأشخاص والذي كان محل تذمين وطني وإشادة دولية تجسد ذلك في احتفاظ بلادنا على تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالأشخاص الصادرة عن الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير سنة 2024 إضافة إلى الانفتاح الكبير على المجتمع المدني والتوجه التشاركي الذي سنه فخامة رئيس الجمهورية منذ تسلمه مقالد السلطة جعل من المجتمع المدني شريكا فاعلا وحاضرا في معالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وهو ما مكن من تحقيق نتائج معتبرة تسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني من خلال الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى مؤازرة الضحايا لنيل حقوقهم والتمتع بها كابلة وتمكينهم من مزاولة أنشطة مدرة للدخل تضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية بدورها أكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة أيلين فانتشيل أن منظمتها دعمت رحلة دراسية قام بها خبراء موريتانيون إلى السينغال كجزء من التعاون الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشرة وحققت هذه المهمة نجاحا كبيرا وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة سيبقى إلى جانب الهيئة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرة ولسيما من خلال تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية من خلال دعم مبادرات التعاون الإقليمية المستشار السياسي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا ماتيو رايان أشاد هو الآخر بجهود بلادنا في مجال التصدي للاتجار بالبشرة مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا في هذه الجهود يذكر أن بلادنا خلال السنوات الأخيرة قطعت أشواطا كبيرة في دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص أدى قائد الأركان العام للجيوش رفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري يوم جولتنا في بعض المؤسسات الأكاديمية في نوكسواطا تأتي هذه الجولة في إطار الزيارة التي يؤديها الضيف الجزائري لبلادنا تميز اليوم الثاني من زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحا بزيارة كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس حيث كان في استقبال الضيف الجزائري عند مدخل الكلية اللواء قائد الكلية أب بابتي الحاج أحمد حيث استعرض وحدات عسكرية جاءت لتأدية تحية الشرف على أنغام الموسيقى العسكرية وذلك قبل مصافحات الضيف الجزائري مستقبلهم كبار الضباط بالكلية وبقاعة الاجتماعات بمباني الكلية أقيد لقاء حضره قائد الأركان الآمة للجيوش الفريق المختار بل شعبان رفقة أعضاء الوفدين الموريتاني والجزائري ليؤدي الوفد الزائر لاحقا جولة شملت بعض مشاءات الكلية المختلفة وذلك قبل توقيع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري في السجل الذهبي للكلية وشكلت المدرسة العليا المتعددة التقنيات بولي تكنيك المحطة الثانية حيث استقبل الضيف الجزائري عند مدخلها من طرف قائد المجمع العقيد المهندس محمد محمد محمود حيث استعرض الضيو وحدات أسكرية جاءت لتأدية تحية الشرف على أنغام الموسيقى العسكرية وذلك قبل مصافحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري مستقبله من طواقم هذا المرفق الأكاديمي واستعراض تشكيلات مختلفة من الطلبة والسلام على الطواقم الإدارية والتعليمية بالمدرسة وبقاعة الاجتماعات أقيد لقاءه مع إدارة المدرسة ضم أعضاء الوفدين الموليتاني والجزائري قبل زيارة إدارة المختبرات والتوثيق والاتصال ومتابعة عرض حول الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن قدمه أحد أساتذة المدرسة بحضور الطلبة واختمت الزيارة بتبادل للهدايا بين قائدي الجيشين بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش إلى ولاية البراكنا حيث احتضنت مدينة أولاق اليوم إطلاق عملية تكوين أربعة ألاف شاب على المهارات الأساسية لقابلية التشغيل تأتي هذه العملية في إطار مشروع دعم قابلية التشغيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب التكوين على المهارات الأساسية لقابلية التشغيل تدخل سيمكن نحو أربعة ألاف شاب في ولاية البراكنا من الاندماج في الحياة النشطة الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية رفقة الوالي المساعد للبراكنا أشرف على انطلاق هذه العملية التي تأتي في إطار مشروع دعم قابلية التشغيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الهش يستهدف هذا التكوين الشباب من عمر خمس عشرة سنة إلى أربع وعشرين تندرج هذه العملية في إطار برنامج شامل ومتكامل يستهدف فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عش واربع وعشرين سنة ضحايا التسرب المدرسي والذي تستفيد منه إضافة لولايات البراكنا ثماني ولايات أخرى وذلك بتمويل من البنك الدولي سيستفيد منه ستة لاف شاب وشاب ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أؤكد على أن قطاع تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية لن يتدخل أي جهد فيه دعم ومواكبة وتعزيز قدرات الشباب لجعل هذه الممورية للشباب وبالشباب وقد تجول الأمين العام داخل ورش تكوين وتأطير الشباب المستدفين الذين سيتلقون طيلة شهرين ونصف عروضا تكوينية تساعدهم في شحل مهاراتهم واكتشاف سوق العمل وتشجعهم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج التشغيل في دعم المهن الحرة حمد الملهادي قناة الموريتانية مدينة ألاك أدى الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية زيارة لمقر هيئة العلماء الموريتانيين ودر المصحف الشريف والمعهد العالي الدراسات والبحوث الإسلامية تأتي هذه الزيارة تزامنا مع اختيار بلادنا لاحتضان فعاليات مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بدول غرب إفريقيا هيئة العلماء الموريتانيين كانت المحطة الأولى من زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رفقة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفور وصول الوفد أشهد الأمين العام للهيئة الشيخ والصالح في هذا اللقاء بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بلادنا بالمملكة خاصة المتعلقة منها بالمجال العلمي مذكرا بشعار الهيئة المتمثل في الحديث الشريف من يرد الله به خير مفقه في الدين أما المحطة الثانية من هذه الزيارة فكانت دار المصحف الشريف حيث طلع الوفد على نماذجه من الخطوات التي قطعت في مجال إنجاز المصحف الشريف في طبعته الموريتانية واستمع إلى شروح قدمها الدكتور سيدي عبدالقادر ولطفيل رئيس دار المصحف تطرق فيها إلى الأهداف الأساسية المتمثلة في خدمة كتاب الله تعالى وصونه بنشره وتوفيره للمؤسسات العلمية والمحافظة على الخصوصية الموريتانية في وجود الرسم والضبط والقراءة كما تفقد الوفد مراحل الطباعة وما مجز منها حتى الآن أما المحطة الثالثة فكانت المعهد العالية للدراسات والبحوث الإسلامية وفي هذا اللقاء مع طاقم المعهد الإداري والأكاديمي ثمن المدير العام للمعهد الدكتور أحمد لبا مستوى العلاقات الثنائية التي تربط بلادنا بالمملكة العربية السعودية التي تشمل أكثر من مجال مبينا أهدف المعهد المتمثلة في ضمان التكوين الأولي والتكوين المستمر المتعلق بالعلوم الإسلامية واللغة العربية والإسهم في طرقية البحث العلمي في هذه المجالات وما يرتبط بها من علوم إنسانية واجتماعية خلال هذه الزيارة طلع سعادة وكيل الوزارة واللغة المرافق له على هذه المؤسسات وقدمت فيها كوكبة من العلماء والخبراء والمختصين كلما فيما يعنيه معلومات تفصيلية للوفد الكريم وهي فرصة كذلك لأشكر المملكة على اختيارها للجمهور الإسلامية الموريتانية لإقامة مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم والسنة النبوية بدوره أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية متانة العلاقات الأخوية التي تربط بلاده بموريتانيا والتي تشمل مجالات عديدة هذه الصروح العلمية المميزة رأيت فيها من أصحاب الفضيلة العلماء الذين تربطهم بعلماء المملكة ودعاة المملكة رباط قوي وعلاقات قديمة وعريقة ومستمرة ودائمة بإذن الله في الحقيقة أحمد الله عز وجل على ما رأيته من حرص كبير على نشر الإسلام الديني الإسلام الوسطي المعتدل زيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لهذه المحطة تتي في إطار حرص المملكة على تنويع وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق أرحب وأشمل في موضوع ذي صلة تتواصل منافسات وجائزة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود لحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ويخضع المتسابقون الامتحان في أربعة فروع من علوم القرآن الكريم وأربعة فروع من علوم السنة النبوية الشريفة بقصر المؤتمرات بالعاصمة واكشوط يحتدم التنافس بين 136 متسابقا من 16 دولة للظفر بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول غرب إفريقيا وضع المتسابقون على المحك وحص لما في الصدور تحت إشراف لجنة تحكيم للواحيين من جنسيات مختلفة رأيت في هذا اليوم وسمعت ما شاء الله في جلسات لجنة التحكيم لعدد من المتسابقين سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية كان مستواهم عالي وهذا يدل على قوة المسابقة والمرشحين لها كانوا من 16 دولة من دول الغرب أفريقيا وكل دولة اختارت النخبة من أبنائها الحفاظ حفاظ الكتاب والسنة للمشاركة في هذه المسابقة يمتحن المتسابقون في أربعة فروع في القرآن الكريم ومذلها في السنة النبوية الشريفة واختار القائمون على المسابقة بلادنا لإحتضان هذه المسابقة تذمينا للدور الذي لعبه العلماء الشناققة في نشر العلم بمشارق الأرض ومغاربها حدثنا طبقا للتعليمات التي صدرت إلينا بتوفير كل الظروف الملائمة حتى تجعل المسابقة في نجاح تام وكل التسهيلات التي تطمن ذلك تأخذت أن تهزوا الفرصة ليشكر المملكة العربية السعودية وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية ودعو الإرشاد لاختيارها للجمهورية الإسلامية الموريتانية ولأهمية وتذميننا الكبير والعالي والمتميز لهذه المسابقة مسابقة المسابقة للقرآن والسنة النبوية لا شك أن المتسابقين يشعرون الآن بسعادة عظيمة ولا شك أن لجهة التحكيم تم الإختيار فيها لمحكمين معتمدين من هذه الدول من المملكة ومن الموريتانيا ومن دول القرب إفريقيا هم أهل القرآن وأهل السنة النبوية وفي جو تنافسي روحاني يبدل المتسابقون ارتياحهم لهذه المسابقة التي ترفع حفظة الكتاب والسنة درجاته الحمد لله شاركت في هذه المسابقة والمسابقة في غاية المستوى ما شاء الله وخاصة نظم في هذا البلد البلد العلم هذه زاده أكثر يعني امتياز ما شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعمة على أن تقام في بلدنا مسابقة قرآنية كهذه جئت ليشارك في هذه المسابقة مسابقة دخادم الحرمين الشريفين والله منظمة جميلة وطيبة حسنة نسأل الله أن يبارك فيهم في هذه المسابقة تنتظر الفائزين جوائز مؤتبرة كثمرة لثلاثة أيام من التلافس في حفظ كتاب الله والحديث الشريف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انطلقت اليوم بنقشوت فعاليات ملتقى الفني لعرض التقرير التوجيهي لإعداد المخطط الوطني لاستصلاح الترابي ويمثل هذا الملتقى نتائج العمل الذي انطلق في مايو الماضي لإنجاز أول مخطط لاستصلاح الترابي في بلادنا التقرير التوجيهي لإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي الذي يعنى بتنظيم وضبط وتوجيه الاستثمارات العمومية داخل التراب الوطني يهدف إلى الإنصاف والقضاء على الاختلالات من خلال إشاعة التنمية على مستوى كافة ربوع التراب الوطني وفي كلمته أكد الأمين العام لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي محمد سالم البخريص أهمية هذا المخطط الذي تعول عليه بلادنا في تحقيق التوزيع العادري للخدمات والمشآت ومختلف الأنشطة الاقتصادية فضلا عن توسيع دائرة الاستفادة من الأقطاب التنموية موضحا أن العمل سيتواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة في بقية خطوات إعداد المخطط من خلال جمع الحصيرة القطاعية والترابية واقتراح الخيارات الأفضل ثم إنجاز المخططات والخرائط وأنظمة المعلومات وبدوره تحدث مدير الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي عن أهمية هذا المخطط يوم نتشرف بأن تلقى التقرير الأول توجيه إعداد المخطط الذي نتوقع منه رسم خليط الطريق واضحة المعالم أنها سيتم إنجاز وقلال الأسابيع والأشهر القادمة بسبيل إنجاز هذا المخطط والذي ينجز عبر اتفاقية انتداء بين القطاع والقياد التركان العامة للجيوش إن استعراضنا اليوم لهذا التقرير هو بمذاب التلقي الثمر الأولى لهذا العمل المهم وهو ما يعني أن العمل يسير وفق الخطة المرسومة له سلفا وهي فرصة لأشكركم باسم القطاع كافة المشرفين على هذا العمل الشبار والكبير أعمال الملتقى الفني لعرض التقرير التوجيهي لإعداد المخطط الوطني للاستسلاح الترابي شهدت عروضا قدمها خبراء محليون ودوليون حول إعداد هذا المخطط وأهم المراحل التي تم تنفيذها نظمت الوزارة المتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية صباح يوم بن وكشوت ورشة تكوينية حول الرقابة الداخلية المحاسبية للدولة يستفيد من هذه الورشة المديرون الإداريون والماليون والمراقبون ورؤساء القطاعات المحاسبية الوزارية يكتسي نظام الرقابة الداخلية أهمية كبيرة في التسير المالي باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الأصول وضمان استخدامها على الوجه الأكمل وسبيلا إلى الوصول إلى هذا الهدف المتعلق بتقييم قوائم مالية منتظمة ودقيقة تعطي صورة حقيقية لتسيير الميزانية السنوية للدولة يأتي تنظيم هذا الملتقى التكويني لصالح المديرين الإداريين والمراقبين الماليين ورؤساء القطاعات المحاسبية الوزارية بشكل إصلاح المالية العامة والتعزيز الحكامة أبرز محاول الرؤية الاستراتيجية التي يتبنىها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغازواني للنهوض بالبلاد ودفعها على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما تجسد في إعلان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار واللجاي الذي تم عرضه في سبتمبر الماضي أمام الجمعية الوطنية الموقرة وفي هذا الإطار فقد عرفت المالية العامة إصلاحات هامة تجلت في تطبيق النصوص المرتبطة بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والتي أحدثت تحولا جذريا في التسير العمومي من خلال الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والتي سيبدأ تنفيذها تدريجيا ابتداء من قانون المالية لسنة 2025 على مستوى أربع قطاعات حكومية وفي السياق الجديد للمحاسبة سيتعين على الدولة كما هو الحال في القطاع الخاص إعداد قوائم مالية تلخص المعلومات المحاسبية في نهاية كل سنة مالية كما سيخضع مسك الحسابات العامة للدولة لقواعد الاهتلاك والمؤنات ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي ريمي بينار بيّن من جانبه أن الدورة التقوينية الحالية هي ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية في إطار برنامج دعم الحكومة المالية والإدارية في موريتانيا باكفام ويهدف تنظيمه إلى تقديم موضوعين أساسيين هما عملية دمج أصول الدولة في محاسبة الأصول بشكل يمكن من تسجيل بيانات شاملة وموصلة والرصد الدقيق لمخزون أصول الدولة وإنشاء رقابة داخلية للدولة بجميع الوزرات من أجل توفير البيانات بدرجة مرضية مشيرا إلى أن التكوين يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين حول الإجراءات الجديدة التي سيتم وضعها سبيلا إلى الحفاظ على محاسبة الأصول في الحقوق الثابتة مع المراقبة الفعالة لأصول الدولة عقدت بعثة من إدارة تنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي اجتماعا بمقرر لجنة الوطنية لحقوق الإنسان يهدف الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإجراء حوار حول سبل التغلب على التحديات في هذا الصدد وقدم الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا مفصلا حول دور ومهام اللجنة والتطورات الأخيرة بشأن حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى تبادل التعاون والمعلومات بين اللجنة والكيانات الأخرى نظم حزب الإنصاف مساء أمس بن وكشوت ندوة لعرض منخص تقرير الندوة رفعة المستوى التي نظمها الحزب حول الاقتصاد تحت عنوان أي نموذج اقتصادي لتسريع عجلة التنمية في موريتانيا وقد استعرضت الندوة عددا من المحاور المتعلقة بالأمكانيات البشرية والمادية للاقتصاد الوطني والفلس الاستثمارية المتاحة والحكامة الرشيدة وقد أشاد المتدخلون بالندوة ودور اللجان المنظمة والخبراء المحاضرين مبينة أن إثارة هذا الموضوع تكتسي أهمية برغة للوصول إلى الأهداف المنشودة وقد أكد رئيس حزب الإنصاف أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من دور الأحزاب السياسية في نقاش مختلف القضايا السياسية والاقتصادية للبلاد حزب الإنصاف نظام ملتقعة عالي المستوى كنتم جميعا حاضرين الفعاليات تحت عنوان أي نموذج اتصادي لتسريع تنمية موريتانية طرح هذا السؤال في حد ذات وأنا أعتبره نوع من بذل المجهود لأنه يساعد إيجاد الأجوبة لإختلالات اللي قد يعود محسوس بها والله ذيك النواقص اللي قد يعود مزاد خاص صناعا نوصل ذلك المبتغى في الناحية الاقتصادية للبلاد لأن التنمية كيف تعرفوا الضرورية منينما ينجبروا المفاتيح الحقيقية لها اللي يتم اللي يتوخى ذلك كان هذا في اعتقادي طرح هذا السؤال كانت بلو حتى هذه الندوة نعشتها كوكبة من الخبراء الوطنية اللي كلهم عندوا باع واسع في المجال اللي دخل فيه وتجربة كبيرة وخبرة وأنا شخصيا اعتبر عينتكم من الأشخاص عنها جزء من ثروة هذا البلد ورأس مال من رأس مال البلد يجب الحفاظ عليه إذن الندوة نعشتها كوكبة من الخبراء الوطنية تناولت إجمالا تقريبا أربع محاور المحور الأول كان يتمثل في رأس المال البشري المحور الثاني كان يتمثل رأس المال الطبيعي المحور الثالث كان يتمثل مكانيات الفرص المتاحة المحور الرابع كان يتمحور حول الحكام نظم اتحاد الأدباء والكتاب المريثانيين مساء أمس بنوكشوت أمسية شعرية احتفاءا بذكرى الأولى لعمليات طفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وبهذه المناسبة أوضح رئيس الاتحاد الخليل النحوي أن الأمة بخير مدامت تؤازل الكفاحة الفلسطينية المدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وقد تخللت الأمسية إنقاءات شعرية ومداخلات ودباء وشخصيات سياسية وجدت المقاومة الفلسطينية وصمودها ضد المحتل الإسرائيلي الغاشم اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب الفخامة سيد محمد الشخ الغزواني رئيس الجمهورية وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2024 يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة ويتعلق الأمر بدولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئيا رأس مال بشري لتكوين وتأهيل جيدين خاصة لفئة الشباب وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل أمن واستقرار راسخين ودور دولي وإقليمي فعال في هذا الإطار خصص مشروع قانون المالية الفين وخمسة وعشرين أو خصص مشروع قانون المالية الفين وخمسة وعشرين موارد معتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد كما أعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين من حيث الإرادات والنفقات عند مبلغ ومئة وستة عشر مليار وثمانمئة واثنين وسبعين مليون وثمانمئة وثلاثمئة وعشرة آلاف أقية مقابل مئة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليون وخمسمئة وثلاثة واربعين ألفا ومئتين وخمس وخمسين أقية في قانون المالية المعدل لسنة الفين واربعة وعشرين أي بزيادة قدرها ثمانية فاصلة خمسين بالمئة كما درس المجرس وصدق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم مئة وتسعة وسبعين الفين وستة عشر الصادر بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر الفين وستة عشر المحدد للإطار المؤسسي لشكلية وترتيب وبرمجة الاستثمارات العمومية يعدل مشروع المرسوم الحالي بعض ترتيبات المرسوم رقم مئة وتسعة وسبعين الفين وستة عشر الصادر بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر الفين وستة عشر ويضيف تعديلات جوهرية من بينها التنسيق بين مختلف مراحل لدورة المشاريع الاستثمارية العمومية تعديل هيكلة لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية إحداث قاعدة بيانات للبشاريع المؤهلة للاختيار تعزيز منظومة تسيير الاستثمارات العمومية الحالية مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيسي مجلس إدارة المعهد العالي لرقمنا مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيسي وأعضاء مجلس إدارة مدرسة وكشوط لإدارة الأعمال مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتنشيط الأعضاء والتأهيل الوظيفي مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العلية لعلوم الصحة مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيسي وأعضاء مجلس إدارة خدمات العون الطبي والاستعجاري الموريتاني مشروع مرسوم يتضمن إعلان الحيز العقاري المطلوب لإنجاز أشغال بناء جسر الحي الساكن ذا نفع عام وطبقا لترتيبات المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 080-2010 بتاريخ 31 مارس 2010 مطبق للأمر القانوني 83-127 بتاريخ 5 يونيو 1983 المتضمن إعادة تنظيم عقارات وملاك الدولة يهدف مشروع مرسوم إلى تحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز مشروع بناء جسر الحي الساكن الذي يبلغ عرضه 35 مترا حيث أن الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة داخل هذا الحيز ستخضع لنزع الملكية لصالح المصلحة العامة وستتحمل ميزانية الدولة نفقات تسير اللجنة وتعويضات نزع الملكية وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية وتلقية المركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل وقدمت وزيرة التجارة والسياحة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بالنيابة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية 2024-2025 يهدف هذا البيان إلى وضع منظومة متماسكة وفعالة لاستباق مخاطر الحرائق من خلال تدابير وقائية وإجراءات كفاحية فعالة في حالة نشوب حرائق الريفية تنقسم هذه المنظومة إلى ثلاث مكونات رئيسية هي ألف التوعية باء التكوين والتجهيزات جيم وشق الطرق الوقائية من الحرائق ميكانيكيا ويدويا وقد تم إنشاء رجال قروية وفرق متنقلة من أجل التحسيس والتدخل عند الحاجة وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية أتالية وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ديوان الوزير مكلفون بمهام أحمد محمد لوليد مدير للتكوين التقني والمهني سابقا عبدين باب أحمد مدير الصناعة التقليدية بنفس الوزارة سابقا أمينة بلال مفتشة بوزارة البيئة سابقا محمد علي شينون إطار بالشركة المريتانية للتمور سابقا المستشارون المستشار القانوني محمد لقضف بية نفس المنصب سابقا المستشار المكلف بالتكوين المهني سلمو رباح نفس المنصب سابقا المستشار المكلف بالتعليم التقني محمد سلمو نفس المنصب سابقا المستشار المكلف بالاتصال حورية مولاي إدريس المستشار المكلف بالصناعة التقليدية سابقا المستشار المكلف بالصناعة التقليدية والحرف محمد لمين محمد التراه أستاذ بالمركز الثقافي المريثاني بجمهورية جامبيا تابقا المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبدالدايم سيدي محمد نافع دكتوراه في العلوم الاقتصادية والتسيير المنسق العام للبرامج الوطني للصناعة التقليدية عثمان ومحمد لمين مصيقل نفس المنصب سابقا المفتشية العامة المفتش العام محمد عمر حويرية مكلف بمهمة بنفس الوزارة سابقا مفتش مكلف بالرقابة الإدارية والتسيير سليمان محمد عبدالفتاح مفتش مكلف بالقطاع الخدمي سابقا مفتش مكلف بالصناعة التقليدية والحرف بالوتي مامادو مفتش مكلف بالقطاع الزراعي سابقا مفتش مكلف بالقطاع الصناعي يبا يحفظ جعفر نفس المنصب سابقا مفتش مكلف بالقطاع المباني والأشغال العمومية محمد لمين عالي نفس المنصب سابقا مفتش مكلف بالقطاع الخدمي محمد أحمد ديخصيقة المفتش المكلف بالتكوين المهني سابقا المفتش المكلف بالقطاع الزراعي محمد محمد يحيى المفتش المكلف بالتكوين الفني والمهني سابقا المفتش المكلف بالتكوين المهني الخاص الشيخ باي عمرلي مدير التنسيق مع المؤسسات بنفس الوزارة سابقا الإدارة المركزية المديرية العامة للتكوين التقني والمهني المدير العام محفوظ محمد عبد الرحمن حبيب دكتور مهندس في الإلكترومانيك الإلكترومانيكية مكلف بمهمة بوزارة البيئة سابقا المدير العام المساعد أحمد محمد يحيى نفس المنصب سابقا مديرية التكوين المدير سيد محمد ومحمد طفل مهندس دولة في الإلكترونيات مرحق بديوان وزير الوظيفة العمومية سابقا المدير المساعد هند بن يامين هيين نفس المنصب سابقا مديرية الامتحانات والمسابقات المديرة حفصة آتيه مديرة التكوين بنفس الوزارة سابقا المدير المساعد محمد فال يحيى المدير المساعد للتنسيق مع المؤسسات سابقا مديرية ترقية التكوين المهني الخاص المدير أحمد محمد نامسعود مدير التنمية في الوزارة سابقا المدير المساعد يحيى والإسحاق إطار بمركز المركز العالي للتعليم الفني سابقا المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف وترقية الاقتصاد الاجتماعي وتضامني المديرة العامة مريم حمدين كان مديرة الابتكار بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة سابقا المديرة العامة المساعدة مالي منت سيدي عبدالله الحاج إبراهيم مفتشة بنفس الوزارة سابقا مديرية حفظ وترقية موروث الصناعة التقليدية المديرة ميمونة منت يركيت إطارة بديوان وزير التهذيب سابقا المدير المساعد الحسين عمر عينان المدير المساعد لصناعة التقليدية سابقا مديرية ترقية الصناعة أو مديرية ترقية الحرف والمؤسسة متناهية الصغر والصغيرة لصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتضامني المديرة فاطمة المختار سالم حاصلة على شهادة الليصانس في المالية وماستر واحد في إدارة الأعمال المديرة المساعدة المعلومة منت محمد المديرة المساعدة للتنمية بنفس الوزارة سابقا مديرية التنمية والتعاون لنظم المعلومات المدير محمد ولكويري إطار بديوان وزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي سابقا المديرة المساعدة السالمة منت سيد أحمد حاصلة على ماستر إطارة ببرنامج ترقية الصناعة التقليدية سابقا مديرية الشؤون الإدارية والمالية المدير الشيخ عبدالله عبدالجليل المصطفى رئيس مصلحة المحاسبة بنفس المديرية سابقا المدير المساعد محمد لمين سالم بلال إطار بخلية الدعم بالأمانة الدائمة لتجمع دول الساحل مديرية المصادر البشرية المدير بمباسيد أحمد الشيخ حاصل على المتريز في التسيير إطار بشركة مطارات موريتانيا في أفروفور سابقا المدير المساعد شعيب محمد الختار المدير المساعد لتخطيط والتعاون بنفس الوزارة سابقا وزارة الاقتصاد والمالية المفتشية العامة للمالية مفتش عام للمالية أبا والأحمد الطلبة وزارة العدل ديوان الوزير مستشارا مكلفا بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد المصطفى والزين كاتب ضبط رئيسي رئيس مصلحة بالمحكمة العليا سابقا الإدارات المركزية مديرية الدراسات والتشريع المدير القاضي الشيخ الويمين متشار مكلف بحقوق الإنسان وإدارة السجون وإعادة الإدماج سابقا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات العمومية جمعة نوكشوط العصرية الرئيس عالي محمد سالم بخاري نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون عليون باري حمادي نائب الرئيس المكلف بالشؤون التربيوية محمد الأمين مولاي إبراهيم الأمين العام محمد عبدالجليل حويبيب وزارة الصيد والبناء التحدية البحرية والمينائية المؤسسات العمومية ميناء نواذيبو المستقل المزير العام المساعد سيدي الكرامة إطار في ميناء نواذيبو المستقل مؤسسة ميناء خليج الراحة المدير العام المساعد محمودي داهي حاصل على شهادة الماستر في الصيد الصناعي المدير الإداري والوجستي للمكتب الوطني لطب الشغل سابقا وزارة التنمية الحيوانية ديوان الوزير مكلف بمهمة المرابط مكحلة النميم دكتور بيطري خلفا للسيد أبا أحمد طلبة الذي استدعي لمهام أخرى المستشار الفني المكلف بشؤون القانونية الشيباني محمد رارة إداري مدني حاصل على دبلوم قانوني المستشار المكلف بشؤون الاقتصادية بابا دومبيا مدير المصالح البيطرية سابقا الإدارة المركزية مديرية المصالح البيطرية المدير حبيب الله حبيب الله دكتور بيطري رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا المدير المساعد دادا همد بيرام دكتور بيطري إطار بي الوزارة مديرية تنمية الشعب الحيوانية المدير المساعد إبراهيم أحمد سالم رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا وزارة التجارة والسياحة المؤسسات العمومية مركزية الشراء وتموين السوق المديرة العامة لالا الرشيد والصالح مشاهدين الكرام نفتح الآن نافذة الأنباء الدولية أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة صحتي في قطع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 29 شخصا وجرحي 93 وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وفي جنوب القطاع فادت مصادر إعلامية بانتشال جثامين ستة شهداء من ضحايا قصف جوي إسرائيلي قبل أيام في بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس لقي أكثر من 140 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا في وقت متأخر من مساء أمس وقال الناطق باسم الشرطة أن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي تكب على الطريق في ولاية جياغاو بشمال نيجيريا عقب تعرض الصهريج لحادث نتيجة فقدان السيطرة المسائية انتهت إلى التذكير بالعناوين مجلس الوزرائي يجتمع في القصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يشرفه بالقصر الرئاسي رفقة رئيسة جمهورية الهند على توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين والوزير الأول يودع بمطار ناكتشف الدولي أم التونسي رئيسة جمهورية الهند في حتام زيارة الصداقة والعمل التي أدتها لبلادنا شكرا للمتابعة نشرة أخبار الولايات بعد قليل إلى اللقاء شكرا للمتابعة نشرة أخبار الهند شكرا للمتابعة نشرة أخبار الهند شكرا للمتابعة نشرة أخبار الهند سبرة أخبار الهند شكرا للمتابعة نشرة أخبار الهند اشتركوا في القناة